اشتركوا في القناة اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برحمتك يا رب العالمين قال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالة أرسلها إلى عبدالله بن سحيم مطوع أهل المجمعة قال في تكملتها قال رحمه الله وروى البخاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال والله ما أعرف فيهم من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين هذا لما بعد عهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم انتشر الجهل بسبب بعدهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن من يعلمهم وينكر عليهم فهذا فيه التحذير من البقاء على العادات والتقاليد التي تخل بالعقيدة وفيه الحث على تعلم التوحيد لألا يقع في مثل هذا نعم أحسن الله إليكم قال وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه أنكر عليهم هالأمور التي تبعدهم عن الإسلام وعلمهم التوحيد والعبادة الصحيحة عليه الصلاة والسلام وهكذا العلماء من بعده يجب عليهم أن يبينوا للناس عقيدة التوحيد بيانا شافيا لا غموض فيه فالتوحيد الجهل به خطير نعم قال رحمه الله وقال الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال ما أعرف فيهم شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت نعم هذا الصحابي الجليل يشكو من حالة الناس في وقته مع أنه في وقت الصحابة فكيف بوقت المتأخرين الذين بعد عهدهم بالإسلام فهذا يحذر من الجهل ويحث على تعلم العلم حتى لا يقع الناس في العقائد الباطلة نعم أحسن الله إليك انتهى كلام الطرطوشي فقال الشيخ رحمه الله الطرطوشي له كتاب في البدع والحوادث في البدع والحوادث وهو كتاب جيد يجب على طالب العلم أن يقتنيه وأن يقرأه نعم أحسن الله إليك قال الشيخ رحمه الله فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث وفي أي زمان قيلت وفي أي مكان وهل أنكرها أحد من أهل العلم والفوائد فيها كثيرة نعم فالفوائد في هذه القصة كثيرة ذلك لأنها تحذر من الجهل والبقى عليه وتحث على تعلم العلم الذي يخرج به الإنسان من هذه الخطورة وينجو من هذا المأزق الخطير نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله ولكن مراد منها ما وقع من الصحابة وقول الصادق المصدوق إنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم اجعل لنا إلها نعم فمن قال هذه الكلمة فهو مثل الذين قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين نعم أحسن الله قال الشيخ رحمه الله يا عجبا إذا جرى هذا من أولئك السادة كيف ينكر علينا أن رجلا من المتأخرين غلط في قوله يا أكرم الخلق نعم البوصيري له قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم غلى فيها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وقع فيه مثل ما وقع فيه هذا الإسرائيلي قال للرسول يا أكرم الخلق يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن آخذا في معادي بيدي وإلا قل يا جلة القدم وهل أعظم من هذا من هذا الشرك نسأل الله العافية نعم اللهم صلى الله عليه وسلم نعم وقع في الرسول صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به ولا يمدح بمثل هذا الشعر الردي نعم أحسن الله قال رحمه الله كيف ينكر علينا أن رجلا من المتأخرين غلط في قوله يا أكرم الخلق كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه خيرا وأعلم منهم نعم تظنون هذا الكلام خير وأنه أعظم وأنه أعظم من كلامي من أنكر عليه ولأنه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم بزعم قائله والرسول لا يرضى بهذا لا يرضى أن يقال فيه هذا فهو ينكره ولما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال عليه السلام إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون نعم قال ولكن هذه الأمور لا علم لكم بها وتظنون أن من وصف شركا أو كفرا أنه الكفر الأكبر المخرج عن الملة نعم أنتم بسبب جهلكم تقعون في مثل هذا الذي وقع فيه بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام بسبب الجهل بالتوحيد الجهل داء قاتل لا يجزل الإنسان أن يبقى جاهل وعنده من يعلمه التوحيد والطريق الصحيح الذي يسير عليه ولا يبقى على جهله ويقتنع بما هو عليه هذا ظلم عظيم قال الله جل وعلا إن الشركة لظلم عظيم نعم سنو الله إليكم قال الشيخ رحمه الله يخاطب عبد الله بن سحيم ولكن أين كلامك هذا من كتابك الذي أرسلت إلي قبل أن يغربلك الله بصاحب الشام نعم قبل أن يغربلك الله بصاحب الشام الذي هو المويس عسن الله إليكم وتذكر وتشهد أن هذا هو الحق وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار تعترف أن هذا الشرك وأنه منكر ولكن تقول أن لا أقدر على الإنكار من الذي يمنعك عن الإنكار إذا منعوك فلا تقيم عندهم نعم أحسن الله قال رحمه الله ومرادي أن أبين لك كلام الطرطوشي وما وقع في زمانه من الشرك بالشجر مع كونه في زمن القاضي أبي يعلى أتظن الزمان صلح بعده وأنه في زمن القاضي أبي يعلى رحمه الله الإمام الجليل الذي يعلم الناس العقيدة الصحيح أو التوحيد الصحيح فكيف بالوقت المتأخر مثل وقتك نعم أحسن الله قال رحمه الله وأما كلام الشافعية فقال الإمام محدث الشام أبو شام في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث نعم هذا أبو شام من علماء الشام وهو عالم سني وله كتاب نفيس في علم التوحيد وعلم العقيدة ولكن الجهال لا يعلمون عن الكتب النافعة شيئا نعم أحسن الله إليك قال قال رحمه الله فقال الإمام محدث الشام أبو شام في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث وهو في زمن الشارح وابن حمدان نعم في الشارح صاحب الشرح الكبير على المقنع وابن حمدان من علماء الحنابل الكبار من علماء الشام أيضا صاحب الرعايتين والحاويين نعم جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ونفع الله بشيخنا الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وجعل ما كتبه وقرره في ميزان حسناته يوم القيامة إنه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين